السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا فيكم بقناتكم احلى مواقف شطرنج معكم اياد الرضوان رح نشوف حل هذا الموقف موقف جميل جدا ودقيق جدا لاعب الابيض يلعب ويربح وقف الفيديو اذا بتحب تجرب الحقيقة الموقف صعب ودقيق جدا اين اليه ممكن تغير نتيجة المباراة كله فمن فضلك الان اشترك بالقناة وادعمنا باللايكات والاعجابات والانتساب بالقناة والان خلينا نشوف الفيديو مثل ما انك شايف هون اللاعب الابيض عنده بيدأ سالك ولكن هاد البيدأ السالك رغم انه بعيد جدا عن الحصان وبعيد عن الملك ولكن ما بصير انك تقترب فيه ليش لانك اذا اقتربت فيه هون رح يكون فيه عننا نقلة قوية نايت على ال E2 كش لاحظ الملك له 3 خيارات وهي الخانات البيضاء فاي خيار تاني اي خيار منهم هون مثلا رح يكون فيه عننا كش ورح يطير البيضاء وبالتالي الوضع رح يكون تعادل فاذا الملك رح يروح على ال F1 او ال H1 مع بتفرق وهون رح يلعب اللاعب الاسود نقلة قوية جدا وهي التضحية بالبيضاء كش لاحظ اكل البيضاء اجباري طبعا اذا اكلت بالملك نفس الشي كش وطار البيضاء فانت بدك تاكل ب الفيل لانه اذا ما اكلت البيضاء يعني رح يكون فيه عندنا ترقية لوزير بالنقلة القادمة فاذا اكلت بالفيل هون النايت كش الملك وين ما بده يروح والان الحصان على ال F5 ولاحظ يعني راقب خانة تقدم البيدق والملك الأسود رح يقترب وهذا البيدق الأسود رح يتقدم لأشغال الملك وبالتالي يعني البيدق رح يسقط والوضع رح يصير تعادل فإذا نتقدم البيدق فكرة متسرعة جدا وما رح تفيد اللاعب الأبيض فكرة ثانية قد تبدو منطقية هي أخذ البيدق مع كيش الحقيقة الملك هون رح يكسب نقلة مهمة الملك رح يروح على البيئة ويدخل ضمن مربع الترقية البيدق طبعا هون اللاعب الأبيض كيف رح يكفي التقدم بالبيدق ما رح يفيده شي تماما نفس السيناريو السابق كيش بالحصان الملك رح يطلع لهون رح يكون في عنا شو كيفة الملك رح يروح على ال F2 أو ال F1 فكيش من ال G2 ونفس الفكرة بلك تاكل بالملك شو كيش رح تاكل بالفيل ونفس السيناريو السابق كيش والحصان رح يروح على ال F5 نفس السيناريو السابق اللاعب الأسود خسر بيدخو مقابل اقتراب ملك وخاني و بالنهاية النتيجة تعادل فإزان أيضا فكرة انك تاخد البيدة رح تأدي للتعادل فخلينا نشوف النقلة الرابعة نقلة مفاجئة أو نقلة قوية جدا 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 وهي التضحية بالفيل من خلال المربع دي اسري لاحظ الفيل غير محمي وعم تعطي لحصان خانة نحو البيدق ولكن يعني هاي هي النقلة الصحيحة وهذا هو المنطق الشطرنجي طبعا هون إذا اللاعب الأسود قبل التضحية تقدم بالبيدة اي سيكس رح يحسم المباراة وما في أي طريقة للحاق بهذا البيدة والحصان ما عنده أي كيش وبالتالي يعني الموقف رح يكون تعادل فإزان ممنوع على اللاعب الأسود إنه يعكل الفيل نلاحظ من الأفكار هون إنه هذا الفيل عم يراقب الخانة اي تو فأيضا ممنوع لحصان إنه يجي لهون ويعطي كيش وينفز المناورة السابقة فإزان هاي الفكرة صارت ممنوعة وبالتالي اللاعب الأسود ما عنده خيارات كتير فشو ممكن يلعب هون ممكن يقترب بالملك ويدخل ضمن المربع هاي الفكرة الوحيدة اللي أمامه فهون رح يلعب الفكرة الثانية من وضع الفيل على هذا المربع وهي البشوب على السيفور لاحظ الآن يعني الإحصان ممنوع يتحرك الإحصان الآن مقيد تماما طبعا شو خطة اللاعب الأسود الآن عنده دفاع قوي لازم اللاعب الأبيض يكون دقيق طبعا إنه إذا راح على السي سيفن بتوقع يعني فكرة فاشلة ليش لأنه هون اللاعب الأبيض رح يلعب بإطمئنان رح يروح على الجي تو بعدين ياخد هذا البيدق ويكسب يتقدم بالملك لاحظ الملك الأسود ما في يعمل أي شي لأنه كل المربعات حوالي البيدق مراقبة والملك رح يوصل بالوقت المناسب فالخيار الأفضل عند اللاعب الأسود إنه يجي على البي سيكس فكرة البي سيكس إنه رح يجي لهون ويهاجم الفيل على أمل إنه يستطيع الحصان إنه يلحق بالبيدق فهون رح يكفي اللاعب الأبيض بالنقلة كينغ على الجي تو رح يهاجم البيدق الأسود الآن الكينغ على السي فايف فهون اللاعب الأبيض رح يأكل البيدق جي ثري وإلو خود الفيل طبعا إذا أخذ الفيل يعني مستحيل إنه يلحق اللاعب الأسود بالوضع طبعا هذا أفضل خيار على كل حال لأنه إذا ما أخذ الفيل يعني الإحصان ما بقدر يتحرك والملك ممنوع أيضا يقترب لاحظ لهون ممنوع لهون ممنوع فإذا يجي خلف البيدق كمان البيدق خلينا نشوف إذا قرر يضحي بالحصان فهون رح يأكل والآن إذا اقترب من البيدق الملك رح يحمي البيدق بالوقت المناسب ورح يربح اللاعب الأبيض فإذا أفضل خيار فعلا عند اللاعب الأسود إنه يأكل البيدق والآن التقدم بالبيدق فكش هون لازم تكون دقيق جدا 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 وين بدك تكش الملك وين الخيار الأفضل عند الملك وقف الفيديو وعطيني المربع الأفضل طبعا مثل ما نكشايف في عندك سبعة مربعات متاحة للملك واحد منهم فقط هو الصحيح خلينا نشوف واحد واحد على السريع طبعا إذا إيجا الملك الخيار المنطقي الجي فور لحتى تبعد مسافة وتريع عن الحصان وتقترب من البيدق رح يكون الحل خاطئ لأنه هون رح يكون البيدق رح يكون الاحصان على ال-E4 والآن مهدد إنه في حال رقيت لوزير رح يكون في عندنا كيش وشوكي على الوزير وإذا ما رقيت لوزير رح يروح الاحصان على ال-D6 ويراقب خانة الطرقية فإذا أول خيار خاطئ رح نستبعده الخيار الثاني الملك على ال-H أيضا خيار خاطئ رح هون يطلب البيدق البيدق إجباري رح يتقدم وشوكي على الملك والبيدق والخيار الثاني أيضا رح نستبعده الخيار الثالث أكيد هون خاطئ تماما في شوكي فورية فالخيار الثالث أكيد رح نستبعده الخيار الرابع إذا إجا لهون أيضا بتوقع خيار خاطئ ورح تخسر نفس الفكرة ال-C-3 في حالة قدام كيش والحصان استطاع أنه يلحق بالبيدق فأيضا هذا الخيار رح نستبعده الخيار الخامس أيضا واضح أنه خيار فاشل في عنا شوكي فورية الخيار السادس طبعا هذا أكيد خاطئ لأنه رح يكون في عنا أيضا شوكي فورية فإذن الخيار الوحيد المتاح هو العلاء ال-H وال-2 والآن يعني الوضع رح يكون في عنا ربح سهل الآن ما في الإحصان يلحقه ما في يعطيكش فهي فكرة مهمة جدا بالنهايات إنه الملك حاول تبعد عن البيدق في حال كان إحصان وليس العكس فهذا كان الفيديو لليوم إن شاء الله يكون عجبكم شكرا لمتابعتكم لآخر هذا الفيديو نلتقي مجددا بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله